بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله للفضل والإنعام جعل الصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته العظام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام سلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحجي البيت إن استطاعت إليه سبيلا والصيام معناه الإمساك عن المفطرات الإمساك بنية عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فكما أنه يجب الصيام يجب معرفة حدوده ومواقيته حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب فله أن يأكل ويشرب ويتناول ما أحل الله له في فترة الليل ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيجب تقيُّد بهذا التوقيت الواضح فلا يصوم الإنسان قبل طلوع الفجر خصوصاً من يسهرون الليل ثم يأكلون السحور عند ما ينتهي سهرهم وينامون قبل طلوع الفجر وقد لا يشهدون صلاة الفجر مع المسلمين وكذلك لا يجوز تعدي طلوع الفجر بأكلٍّ أو شرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وعلامة طلوع الفجر لمن لا يراه بعينه أذان المؤذنين فإذا سمع المؤذنين إنه يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات لأن أذانهم علامة على طلوع الفجر فيجب على المؤذنين أن يتقيدوا بطلوع الفجر فلا يؤذنوا قبله إلا لمن كان يؤذن عند طلوع الفجر فيؤذن الأذان الأول لأجل إيقاظ الناس تنبيههم ويؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر لأجل أن يمسكوا عن الطعام والشراب أما من يقتصر على أذان واحد فإنه يجب عليه أن يتقيد بالتوقيت وهو مؤتمن المؤذن مؤتمن يجب عليها أن يحفظ هذه الأمانة ولا يتساهل فيها وإذا طلع الفجر ولم يؤذن فإنه يمسك عن الأذان لألا يغر الناس لأن بعض المؤذنين يتأخر إما لغفلها أو شغل أو نوم أو غير ذلك ثم يؤذن متى ما تنبه ولو بعد طلوع الفجر وهذا حرام عليه لأنه يغر الناس ويأكلون ويشربون على أذانه بعد طلوع الفجر فالأمر مهم جدا وكذلك عند الغروب لا يؤذن إلا إذا تحقق غروب الشمس ولا يؤذن قبل الغروب لألا يفطر من يسمعه قبل وقت الإفطار وكثيرا ما يقع هذا بسبب إهمال المؤذنين من فاته وقت الأذان فإنه لا يؤذن يكتفي بأذان المؤذنين الآخرين لألا يغر الناس والمفطرات على نوعين فطرات معنوية لا تبطل الصيام ولكنها تبطل ثوابه تذهب بأجره وذلك كالغيبة والنميمة والكلام المحرم والشتم والسباب وغير ذلك من آفات اللسان وكذلك وكذلك البصر لا ينظر إلى ما حرم الله لا ينظر إلى ما حرم الله النظر إليه يمسك أو يغض بصره عما حرم الله سواء نظر المباشر أو النظر من خلال الشاشات التي تعرض فيها الفتن فيغض بصره عن ما يعرض في الشاشات من الفتن ومفاتن النساء أو الصور على الجرائد الصور للنساء التي الصور للنساء المتبرجات لا ينظر إليها لأنها تؤثر على صيامه وكذلك السماع المحرة فلا يستمع إلى الأغاني والمزامير وإلى الشتائم والسباب لا يستمع إلى هذا حتى لو أن أحداً سابه أو شاتمه لا يرد عليه قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم يمسك عن عن الرد على من سبه أو شتمه احتراماً للصيام فيمسك سمعه عما حرم الله الاستماع له فإذا لم يمسك عن هذه الأشياء فإنها تذهب بأجر الصيام فيكون ليس له أجر في صيامه قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش منه هو الذي لا يمسك عن الحرام من القول والفعل والنظر والسماع وغير ذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فلنتأمل يا عباد الله قد يكون الإنسان يترك الطعام والشراب والمفطرات لكنه لا يترك هذه الأشياء على بناءً على ما اعتاده أو ما يسمعه وهي تجرح صيامه وتذهب بأجره فلنتق الله في صيامنا ولنحافظ عليه أما المفطرات الحسية التي تبطل الصيام تلزم معه الإعادة وذلك كالأكل والشرب الأكل والشرب متعمداً قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا طلع الفجر يمسك عن الأكل والشرب فإن أكل أو شرب متعمداً بعد طلوع الفجر بطل صيامه وتلزمه الإعادة لأن بعض الناس قد يتأخر ولا يتنبه للأذان ثم يأكل ويشرب بعد الأذان يقول أنا سأصوم فيأكل ويشرب بعدما طلع الفجر فهذا لا صيام له يلزمه الإمساك لكن لا صيام له يلزمه القضاء لأنه تعمد الأكل والشرب بعد طلوع الفجر أما من أكل أو شرب ناسياً فلا حرج عليه والصيام صحيح قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ومثل الأكل والشرب ما يدخل إلى الجوف من سائر الأشياء من الأدوية الحبوب أو المشروبات الدوائية فإنها تفطر الصعيم لأنها تدخل إلى جوفه فهي في حكم الأكل والشرب كذلك العبر المغذية العبر المغذية سائل المغذيات تفطر أو تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب كذلك غسيل الكل فإنه يستصحب سوائل ويستصحب سوائل وكذلك تحاليل أو محاليل تدخل إلى جوفه حينئذ يفسد صيامه ولكنه معذور بالعلاج لكن يقضي هذا اليوم لأنه مريض والمريض يفطر المريض رخص الله له أن يفطر ورخص له أن يغسل الكل ولكن يقضي هذا اليوم وكذلك من المفطرات من المفطرات الاستفراغ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم بأن يتسبب في القي فإذا تقي فإنه يفطر بذلك لأنه أخرج من معيدته طعامه وشرابه الذي به قوته فيفطر فيفطر كما في الحديث من أنه من من غلب أنه من استقاء فليقضي أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما من غلبه القي بدون اختياره فإنه لا يفطر بذلك صيامه صحيح لأنه تقي بغير اختياره كذلك من المفطرات الجماع فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالجماع يبطل الصيام سواء أنزل أو لم ينزل إذا أولج فإنه يفطر بذلك سواء أنزل أو لم ينزل أما إذا استفرغ المنية من غير جماع كالعادة السرية فهذا يبطل صيامه أيضا ولكن ليس عليه كفارة يلزمه القضاء والتوبة إلى الله وليس عليه كفارة أما إذا جامع في نهار رمضان فإنه يلزمه التوبة إلى الله يلزمه القضاء ويلزمه الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين هي أولا عتق رقبة عتق رقبة فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين فإذا لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكين هذه كفارة الجماع في نهار رمضان والمرأة مثله إذا طاوعت وانقادت له فهي مثله أما إذا أكرهها وأجبرها فليس عليها لهم في ذلك ولا يبطل صيامها لأنها مكرهة وإنما يكون الإثم عليه وهذا أمر يجب لعلى المسلم أن يتفطن له وأن يبتعد عنه غاية الابتعاد فالذي لا يملك شهوته ولا يملك إربه لا يقرب امرأته لألا يقوده ذلك إلى ما لتحمد عقباه يبتعد عنها ومن المفطرات استخراج الدم من الجسم استخراج الدم من الجسم إما بالحجامة وإما بسحب الدم للتبرع أو لإسعاف مريض فإن الحجامة تفطر الصائم كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وسحب الدم الكثير مثل الحجامة يبطل الصيام وأما الدم اليسير للتحليل العينة اليسيرة للتحليل نقطة أو نقطتان فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة وكذلك لو انجرح الإنسان وهو صائم لو انجرح الإنسان وهو صائم ونزف منه دم كثير لا يؤثر هذا على صيامه لأنه بغير اختياره فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه وأن يتجنب المفطرات المفطرات الحسية والمعنوية حتى يكون صيامه صحيحا نافعا له عند الله سبحانه وتعالى كما أن على الصائم من يحافظ على فرائض الله على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة لأن بعض الناس ينام يقول أنا صائم وينام تمر عليه الصلوات في النهار ولا يصلي إلا إذا استيقظ آخر النهار توضع صلاها لا تقبل لأنه أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي لأنه تعمد النوم أما لو غلبه النوم وليس من عادته أنه ينام لكن غلبه النوم فهذا معذور لكن إذا كان هو خطط هذا جعل برنامج النوم في النهار وجعل السهر في الليل كما عليه الكثير الآن فهذا لا صلاة له وإن صلى لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها وكيف يصوم ولا يصلي الصلاة آكد من الصيام الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأما الصيام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام فليحافظ المسلم على صلواته والذين هم على صلواتهم يحافظون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة الصلوات أهم من الصيام ليحافظ عليها في مواقيتها مع الجماعة وأما النوم فيجعله في الفترات التي بين الصلوات وعليه أن يتقي الله في ذلك وأن يهتم بدينه وبصيامه وبصلاته حتى يكون صيامه صحيحا نافعا ولا يكون مجرد عطش وجوع من غير فائدة تقو الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان ويقول لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس تقوا الله تعالى تعلمون بارك الله فيكم أن الشهر قد انتصف ومضى نصفه الأول ولا ندري ماذا أو دعنا فيه فعلينا أن نحاسب أنفسنا وننظر فيما قدمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فمن كان أحسن في أول الشهر فليتم الإحسان في آخره والأعمال بالخواتيم ومن كان موسيئا فباب التوبة مفتوح اليبادر بالتوبة والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب فانظر ماذا أودعتم في أول شهركم وواصلوا عملكم في آخر شهركم وأكمل العدة واشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته وانظروا ماذا حصلتم من شهر رمضان شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والناس يتفاوتون مع هذا الشهر فمنهم من يستغله بطاعة الله ومنهم من يغفل عن ذكر الله ومنهم من يفرط فيه ولكن باب التوبة مفتوح للجميع فعليكم بالتوبة وبادروا بإصلاح العمل فإن الله سبحانه وتعالى تواب الرحيم واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى اللهم عن خلفائه الراشدين ألا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا وأصلح سلطاننا وولِّ علينا خيارنا واكفنا شرَّ شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من شرِّ الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمنا اللهم احم بلادنا وبلاد المسلمين من أذى الكفار وكيد الأشرار اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردُد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر شكراً للمشاهدة